السلام عليكم في الفيديو ده هنتعرف على خاصية مهمة جدا في التيك توك لازم تقفلها علشان تحافظ على خصوصيتك الخاصية دي اسمها فيديوهات اعجابتك ممكن اي حد من المتابعين او من غير المتابعين يعرف الفيديوهات اللي انت قمت بعمل اعجاب لها من اول ما انشاءت حسابك على التيك توك فدلوقتي هنتعرف مع بعض على كيفية اغلاق هذه الخاصية علشان تحافظ على خصوصيتك الطريقة سهلة جدا وبسيطة بنفتح تيك توك زي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشة وبنضغط على خيار الملف الشخصي اللي موجود في اسفل يسار الشاشة علشان نفتح معنا البروفيل او الملف الشخصي الخاص بنا على تيك توك عندنا هنا في اعلى يسار الشاشة تلت خطوط افقيين عند بعض الناس تلت نقط رأسيين بنضغط على تلت خطوط الافقيين بيظهر معنا هنا في الاسفل خيار الاعدادات والخصوصية بنضغط عليه بيفتح معنا صفحة الاعدادات والخصوصية زي ما احنا شايفين بنضغط على الخيار الثاني خيار الخصوصية بنضغط عليه بيفتح معنا صفحة الخصوصية بننزل في الاسفل عند خيار فيديوهات اعجابتك زي ما احنا شايفين خيار فيديوهات اعجابتك بنضغط عليه بيفتح معنا الصفحة دي من يمكنه مشاهدة الفيديوهات التي سجلت اعجابك بها طبعا خيار الجميع هو الخيار المفاعل وبالتالي اي شخص على تيك توك يقدر يطلع على الفيديوهات التي قمت بعمل اعجاب لها علشان نلغي الخاصية دي بنفاعل خيار أنا فقط وبالتالي لن يتمكن أي شخص من معرفة الفيديوهات التي قمت بعمل إعجاب لها دي كانت الطريقة ريت لو استفدت من الفيديو تضغط لايك واشتراك في القناة علشان وصل لك كل جديد وشكرا جزيلا على المتابعة